الالوية المنطقة العسكرية الأولى وقوفها مصفا واحدا إلى جانب الشرعية ممثلة بفخامة المشير الركن عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى جانب التحالف العربي مجددين العهد بالوقوف ضد كل المشاريع الضيقة التي تهدف إلى الفوضى عدم الاستقرار وشدد القادة خلال اجتماعهم برئاسة قائد المنطقة العسكرية الأولى قائد اللواء 37 مدرع اللواء الركن صالح طيمس أن المرحلة الحالية مرحلة حرجة تتطلب تضافر الجهود والعمل بكل تفان للمضيب الوطن إلى بر الأمان وتحقيق ما يصب إليه أبناء اليمن بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرارات الأممية وصولا إلى يمن انتحادي جديد ينعم كل مواطني بالأمن والحرية والاستقرار